اشتركوا في القناة حتى تعرف أحداث هذا الأنمي وسلبياته وإيجابياته وتقييم الشخص إليه فمرحبا متابعين محبي الأنمي في فيديو اليوم ومراجعة أنمي جوران The Princess of Snow and Blood أنمي جوران هو أنمي من تصنيف أكشن تاريخي خارق الطبيعة صدر ربيع سنة 2021 وعدد حلقاته 12 حلقة مدة حلقة الـ 21 دقيقة الأنمي سواه عن نص أصلي وهو من موسم واحد لحد الآن وموجه العمر 11 سنة وفوق أحداث الأنمي بحقبة تاريخية مو بعيدة سنة 1931 من أول ما بدت تدخل الحداثة لليابان ويالنهاية عصر تاريخي هو عصر ميجي ويالحاكم توكو جاوا وهو الحاكم اللي أدخل مادة عرق التنين وحاول يستغل طاقتها بمصارح الشخصية ويحتكرها ويتعطف بشوية منها على الشعب بأنه يحول هاي الطاقة للأغراض العامة مثل وسائل النقل والإنارة بالبيوت وغيرها وبمثل هاي المرحلة حاجة تظهر المعارضة والمقاومة والموجودة باسم كوتشيناوا اللي تحاول أنه تغير مسارح تكار الطاقة وظلم البشر وبوسطي شنوع من الاضطرابات تتواجد يوكيمورا ابنية غامضة غريبة قليلة الكلام لكن بداخلها نار تغلي بسبب مقتل أهلها بالكامل على إيد جانومي العالم المجنون اللي يريد يستفاد من دم عشرتها الأزرق نعم عزاء المتابعين يوكيمورا وأهلها وكل عشرتها دمهم أزرق هذا الدم يحتوي طاقة ومواد غريبة دفعت الكل أنه يطمعون بدمهم ومن ضمنهم جانومي برغبته أنه يوصل للخلود عن طريق دمهم الأزرق تحاول يوكيمورا لانتقام من هذا العالم اللي يقتل أفراد عائلتها فتنضم المنظمة السرية معروفة باسم نوا 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 هذا اسمها وهي شخصيات اثنين أغرب منها وأكثر تعقيد وغموض ومش أشياء ثانية غير لائقة ويقود المنظمة كوزوهارا وهو شخص عديم المشاعر الدموي وما يحب أي أحد أنه يجاد له والمنظمة كلها تحت إشراف الحاكم مباشرة حتى يختالون أي شخصيات بارزة بحركات المقاومة وتتوالى الأحداث الغريبة الغامضة العميقة بهذه الشخصيات الظلامية وكل واحد بهم عنده هدف ومنطق مختلف عن الثاني القصة معقدة سوداوية بظاهرة قصة انتقام لكن راح تكتشفون أنه القصة مو مجرد قصة انتقام عادية وإنما هي أعمق بها هواي مبادئ مختلة ومختلفة بين الشخصيات بحوارات غامضة أكثر مما هي فلسفية والرسوم عادية بجودتها لكن مميزة بنوعيتها وكئيبة تبين إلك ظلامية الأحداث يعني من كل جهات هذا الأنمي يخليك تدخل حالة من الكآبة والشعور المشمئز من وضع الأحداث اللي بداخل هاي القصة لكن أكو جانب مشرق وحلو راح تقعد طول فترة الأنمي تتمنى يتحقق إلى علاقة وترابط بين يوكيمورا وأساهي الطفلة اللي تعيش وياها فهل راح يتحقق؟ وإذا يتحقق هل راح يستمر؟ هذاني السؤالين راح يخلونا نتوجه بسرعة لفقرة حرق الأحداث فأعزاء المتابعين اللي ما شاف الأنمي خلي ينتقل للدغيقة الظاهرة أمامكم نبدأ فقرة حلقة الأحداث بالكلام عن تركيز كاتب الأنمي بعض التفاصيل الإيجابية بناء هذا الأنمي الأنمي يبين إلك تنظيم المنظمة شلون صائر الترتيب بين القائد وباقي الفرقة ووجود المنظفين اللي ينظفون مسارح الجريمة وهمين أشخاص يراقبون أعضاء فرقة الاختيال من ضمنهم الطفل اللي يجي بيع كتاب بالمكتبة كل يوم وبنفس الوقت وبالمناسبة الكتاب اللي يطلع بأول حلقة هو كتاب حقيقي موجود ككتاب قصص للأطفال صحي يراقبون فرقة الاختيال لكن هم مو سريين وراح تعرفون هذا الشي من جاب لها كتاب من نوع محدد رأسا انطلقت باتجاه المقر وتركت الشغل بالمكتبة بس طبعا اللي دايشوف هذا الأنمي أول مرة ما راح يعرف هذا الطفل هو من المراقبين من غير ترتيب المنظمة وقصة الانتقام اللي انتهت صراحة بأول أربع حلقات واللي سألت نفسي من كمال انتقام يوكيمورا هاشنو باقي ثمان حلقات من الأنمي اش راح يسوون بيها ما انتظرت فترة طويلة لأن جتني الإجابة عن السؤال بحلقات مليانة أحداث وتوسطات قلبة الأنمي 180 درجة طبعا ما عادة سوداوية وظلامية الأحداث هيبقت على طول حلقات الأنمي الأنمي كل حلقة تصير بيها أحداث تخلي المشاهد ما يعرف شنو راح يصير بعد ولاقات تتغير أصدقاء يصرون أعداء ويرجعون أصدقاء شخصيات ما تعرف هم أصدقاء لو أعداء أصلا وعداوة تتحول إلى صداقة وتنتهي بفواجع لذلك الأنمي يتقسم لثلاث مراحل المرحلة الأولى من بداية الأنمي للحلقة الخامسة واللي كان فوضوي أكثر وصراعات بين الحكومة والمعارضة وتعتيم الحكومة على أفعال المتمردين وعمليات إبادة تصير لهم واتفاقيات تستنزف البلد والفرقة بالنص ما نعرف عمق شخصياتهم مجرد فرقة دموية تحت إشراف الحاكم وتنفذ عمليات خاصة وصعبة المرحلة الثانية هي من الحلقة السادسة إلى الحلقة الثامنة اتقل الفوضى لكن تزداد عمق الشخصيات وغموض الحوارات وتصبيها توستاد مو على البال والمرحلة الأخيرة من الحلقة التاسعة إلى نهاية الأنمي تبدأ تنكشف الحقائق وتتم الإجابة عن أغلب الأحداث الغامضة اللي صارت خلال الأنمي وهم تصبي توستاد غير متوقع أبد والنهاية اللي كانت شبه متوقع لكن ما تشنت أتمناها وهو موت يوكيمورا الكئيب الهادئ اللي يعرف منه سبب موت يوكيمورا يكتب لي اسمه بالتعليقات بكل المراحل الثلاثة صارت أكو قتالات تصويرها ممتاز لكن قوة القتال نفسها عادية وبالنسبة الماضي يوكيمورا كان بيه أمور مبهمة فما عرف شلون يختار الطير واحد منهم بالتحديد وليش هم دمهم أزرق وشلون عرفت أنه تستغل قوتها بأنه تتحول إلى كائن ثاني وما عرفنا قصة التعاويذ قبل التحول والأبيات الشعرية اللي تقولها بأغلب الحلقات على الرغم من هاي السلبيات الموجودة بالأنمي من الرسوم العادية والقتالات العادية والشخصيات الملتقلبة والغموض والماضي اللي بيجزء مبهم وشخصية ماكوتو اللي أحسه أو أحسه شخصية مضطربة حيل لكن من جهة ثانية الأنمي يشدك بصورة غريبة حتى تعرف نهايته ومع نهاية الأنمي حسيت بجماليته على الرغم من سلبياته وتقييم النهائي للأنمي هو ثمانية من عشرة يمكن تستغربون هذا التقييم العالي مقارنة بتقييمه بموقع MyAnemyList واللي هو ستة من عشرة لكن الصراحة أشوف التقييم بموقع MyAnemyList هو أقل من استحقاقه بالإضافة هذا تقييمي شخصا من وجهة نظري آني تجاه هذا الأنمي واللي قد تختلفون أو تتفقون وياها فأحب أسمع آراءكم عن الأنمي بالتعليقات ونتناقش به فيب اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بالمراجعة وبالأنمي واذكروا لي يا أنم من أنميات وتحبون أسوي لكم مراجعة عنه وإذا أعجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصل المقطع الأكبر على ذا ممكن من الناس وراح يشجعني بالاستمرار ونشر المزيد مو نشر المقطع بين أصدقائكم وحبي الأنمي وتابعوني على تويتر وانستجرام ومنها لحد ما أنشر المقطع القادم أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم اشتركوا في القناة